بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج يروي الشيخ كفائي رحمة الله عليه وهو من خطباء طهران المعروفين بأن أحد أصدقائه أراد أن يسافر إلى دولة ما وأخذ الجواز معه وجواز زوجته وأولاده إلى حيث المكان الذي يختم فيه الجوازات لقصد أخذ الذونات الكاملة للسفر وعندما رجع إلى البيت فتش السيارة بعد إن فقد أحد الجوازات فتش السيارة بشكل جيد رجع إلى الدائرة وفتش هناك أيضا بشكل جيد ولكن لا وجود لأحدى الجوازات التي كان يحملها معه حاول كثيرا أن يجد ذلك الجواز لم يستطع ماذا يفعل؟ رجعوا إلى الدائرة مرة ثانية وقام بعض الموظفين بمساعدته ولكن أخبروها أن الأمر مئة بالمئة بأن الجواز قد أخذه معه جميع الجوازات التي كانت عنده وتحت يده أخذها معه دخل في حيرة كبيرة وأنه كان قد حجز موعدا للطيران والسفر ولا يستطيع أن يؤجل هذا السفر لأنه إذا ما أجله فسوف يتأخر كثيرا وكانت القضية فيها مهمة عمل بالإضافة إلى استراحة له وللعائلة يعني ترفيه للعائلة وإذا بأحد المشايخ الذين قد رأوه في الدائرة الحكومية قالوا له ما بالك فقال بأني قد فقدت جوازا ولا أستطيع أن أجده الآن فقال له فورا لماذا لا تهدي ألف صلاة على محمد وآل محمد للسيدة زينب عليه السلام قم الآن بهداء ألف صلاة على محمد وآل محمد للسيدة زينب عليه السلام وإن شاء الله تجد الجواز المفقود يقول هذا الرجل كما يقول الشيخ الكفائي يقول هذا الرجل فورا بدأت أسبح وأصلي على محمد وآل محمد وأهدي الصلوات لسيدة زينب سلام الله عليها وإذا بمكان لم يخطر على بالنا أبدا لم يخطر على بالنا أبدا أين خرجت إحدى الموظفات وقالت هذا جواز من وكانت هذه تعمل عند المدير العام للجوازات وقد نسيت هذا الجواز مع جوازات أخرى قد يعني خلط هذا الجواز مع جوازات أخرى وبدأت العائلة التي جاءت لتستلم الجوازات قالوا لها بصريح العبارة بأن هذا الجواز ليس لنا وبأنه قد دخل ضمنا معنا فقالت هذا الجواز لمن فنادت بالاسم فجاء فورا فحمد الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة وسرعة الإجابة من قبل السيدة زينب سلام الله عليها بحث كثيرا ورجع إلى السيارة ورجع إلى البيت ثم رجع إلى الدائرة مرة ثانية ولم يجده ولكن السيدة زينب عليها السلام ببركتها بشفاعتها عند الله عز وجل وجدت أو أوجدت له الجواز خلال دقائق معدودة وخرجت هذه الموظفة وظاهر بأن هذا الجواز قد اختلط مع مجموعة جوازات أخرى وقالت العائلة الثانية بأن هذا الجواز مخلوط معنا ليس لنا هذا الجواز ولو أنهم رجعوا إلى البيت ولم يكتشفوا الأمر ثم يرجعون لربما فاته الحجز للطيران إلى غير ذلك دائما وأبدا أعمل على ما يعمل عليه علماؤنا الأعلام من هذه النذورات المجربات عندهم دائما وأبدا في قضاء حوائجهم ألف صلاة على محمد وآل محمد تهديها للسيدة زينب عليه السلام إن شاء الله تقضي لك كل حاجة خصوصا في هذه الأيام نجد أن أبواب السماء مفتحة كرامة للسيدة زينب عليه السلام لقضاء كل حاجة بمناسبة ولادتها الميمونة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام